مستاذنا الحبيب كيف استقبل ويستقبل العدو الصهيوني شهر رمضان في مدينة القدس بسم الله الرحمن الرحيم في سلسلة الإجراءات الصهيونية التي يعملها الاحتلال كل يوم فهو مستمر بهذه الطريقة لأن التهويد مستمر في المخطط الصهيوني البعيد المدى وهو كل عام يفاجئنا ببعض القضايا التهويدية على أرض الواقع وفي هذا العام قام بعقد ما يسمى بقمة حخامية في المسجد الأقصى المبارك وكانت هذا في أول يوم الأمس وما زال الأمر مستمرا إذن هو مخطط مستمر المعالم على المسجد الأقصى المبارك وعلى البلد القديمة وعلى أحياء القدس في كل اتجاه ويحاول بقدر المستطاع السيطرة ونزع السيادة من الشعب الفلسطيني وبالتالي هو كل فترة يقوم بإجراء معين نحو المسجد الأقصى المبارك حتى يفرض أمر واقع على المسجد الأقصى المبارك وهذا أصلا من خطة الاحتلال من عام 2007 كان لديه استراتيجيتان الاستراتيجية الأولى فرض أمر واقع بشري صهيوني في المسجد الأقصى المبارك والاستراتيجية الثانية فرض أمر واقع بنيوي في هيكل القدس يعني هو في شكل القدس على أرض الواقع بالنسبة للبناء التحتية والمشهد الكلي لذلك هو شرق الاحتلال بأنه لم يستطع حتى الآن السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى المبارك وأيضا لم يستطع السيطرة على المشهد الكلي في القدس إذ المشهد ما زال حتى الآن يدلل على وجود الإسلام نعم